اهلا بحضراتكم من جديد عشان كده قلنا الصحافة فين التهريجة هو كتير على فكرة من أنماط السلوك في الوسط الرياضي نبع من الأسطح الإعلامية المختلفة وخلينا في البداية نهني لجنة ضبط الأداء الإعلامي برئاسة المستشار عبد السلام النجار قرار المهندس خالد عبد عزيز رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام بتشكيل لجنة لضبط الأداء الإعلامي في الإعلام الرياضي نتمنى لهم التوفيق ونتمنى للكل أنه يغلب الأكواد الإعلامية المذبوطة والمسؤولة ونتوسم خيرا بإذن الله وننتظر خيرا من أداء فعلا يرجع للإعلام الرياضي المصري قيمته ومكانته ورصنته وتأثيره الإيجابي لأنه أعتقد لكل متابع شايف في مختلف البرامج ومختلف الوسائط النادي الأهلي هو الأكثر تضررا من المشاهد العبثية الكتيرة المنتشرة إساءات كتيرة تجرحات كتيرة تطولات كتيرة إساءات كتيرة ضغوطات على جمهيره كتيرة وعنيفة جدا فنتمنى للجنة ضبط الأداء الإعلامي برئاس المستشار عبد السلام النجار كل التوفيه في ضبط الأداء الإعلامي قدر المستطاع إن شاء الله وتعالى مصر تملك رصيد كبير جدا من القيمة والخبرة اللي فعلا تخلي الجمهير تأمل أنه تستعيد الصحافة المصرية وسعيد الإعلام الرياضي المصري قيمته ومكانته ورصنته إن شاء الله موسيقى